بنبرة متفائلة وجه وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجار الله رسالة ايجابية بشأن المشاورات اليمنية في الكويت اذ اعرى بلد وصوله العاصمة البريطانية في مهمة خاصة عن تفاؤله بالتوصل الى اتفاق شامل ينهي الصراع الدائرة في اليمن الجار الله اكد في تصريح صحفي ان مشاورات السلام اليمنية دخلت مرحلة التفاصيل في جذور الازمة مشيرا الى انها باتت تسير في الاتجاه الصحيح واستند في ذلك الى ارضية مشتركة قال انها باتت تجمع الفرقاء اليمنيين ما يسهم بالتوصل الى اتفاق شامل ينهي المأساة في اليمن على حد وصفه من جهته اكد رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر ان وفد الشرعية لن ينسحب من مشاورات السلام في الكويت لان الحكومة حارسة على انجاحها والتوصل الى اتفاق سلام دائم وشامل وهذا لن يتحقق الا بتنفيذ المرجعيات الثلاث المتفق عليها من كل الاطراف وهي المبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن 2216 ومخرجات الحوار الوطني اقترحت على الاطراف تشكيل هيئة انقاذ اقتصادي باسرع وقت ممكن تستفيد من خبرة ابرز المرجعيات الاقتصادية لتدارك الوضع واتخاذ اجراءات سريعة لانقاذ ما يمكن انقاذه وكان اسماعيل ولد الشيخ احمد زف بشرى تعزيز عمل لجنة المعتقلين والاسرى بخبراء من الصليب الاحمر الدولي لوضع الوفدين في الية واجراءات عملية اطلاق الاسرى والمعتقلين التي قال انها ستكون قبل شهر رمضان المبارك اشتركوا في القناة